اشتركوا في القناة عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد خلالها خرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنطقة بأحدث الإمكانيات داخل ميادين التدريب القتالي لضمان الإعداد والتدريب المتميز للقوات المخططة سفرها ضمن مهام الاتحاد الإفريقي واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصلي عن إجراءات الإعداد والتجهيز الفني والإداري للقوات المشاركة والتي تتم وفقا لأسس علمية باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من ميادين التدريب والفصول التعليمية المزودة بأحدث الإمكانيات للإعداد والتأهيل العسكري في مختلف التخصصات كما تفقد عددا من الأنشطة التدريبية التي أظهرت المستوى الراقية للقوات بما يمكنها من تنفيذ مهامها لدعم جهود الأمن والاستقرار ويعكس التزام مصر التاريخي تجاه الأشقاء بالقارة الإفريقية ونقل الفريق أول عبد الميجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات مؤكدا أن مشاركة القوات المسلحة ضمن البعثة الأممية يأتي في إطار مواصلة مصر تنفيذ دورها الريادي على الصعيدين الأقليمي والدولي وبذل كافة الجهود لمجابهة تحديات السلم والأمن الدوليين وإرساء مبادئ السلام والاستقرار وطلب القائد العام للقوات المسلحة العناصر المشاركة أن يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام والعمل بكل أمانة وشرف منشيرا أنهم خيروا سفراء للقوات المسلحة خارج حدود الوطن يؤدون مهامهم بكفاءة واقتدار بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية ويعكس رؤية الدولة المصرية وحرصها على إعلاء مبادئ الإنسانية السامية لتنعم الشعوب بالحياة الأمنة اشتركوا في القناة